موسيقى العاهل المغربي الملك محمد السادس يعطي الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد حملة التلقيح ستكون مجانية وستتم بطريقة تدريجية دوليا جائحة كوفيد تسعة عشر تواصل انتشارها العالمي بشكل غير مسبوق والسلالات المتحورة تنتشر بأزيد من مئة دولة عبر العالم وتتابعون في النشرة أيضا المنتخب المغربي لكرة اليد يفوز على نظيره الانجولي وينهي مشاركته في الرطبة التاسع والعشرين في مونديال كرة اليد المقام حاليا في مصر مشاهدين أهلا وسهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة كفانكا تيفي بطنجا أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الانطلاقة الرسمية الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد بلاغ للدوان الملكي أكد أن حملة التلقيح ستكون مجانية لجميع المواطنين وتنفيذا للتعليمات الملكية ستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمملكة والذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 عاما وأزيد من 75 سنة التفاصيل مع إنصاف الحمبوتين بعدما توصلت المملكة المغربية بمجموعة من الدفعات من اللقاح المضاد لكوفيد-19 يقول بلاغ للدوان الملكي أصبحت البلاد تتوفر على كميات كافية لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح في أحسن الظروف وتنفيذا للتعليمات الملكية فإن هذه الحملة ستكون مجانية لجميع المواطنين وستتم بطريقة تدريجية وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17 وأزيد من 75 سنة هذه الحملة يضيف البلاغ ستمكن من تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي وحماية المواطنين من الجائحة في تحيينها للمعطيات الوبائية أعلنت وزارة الصحة مساء أمسي تسجيل 890 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كما أعلنت عن تعافي 1358 حالة شفاء و20 حالة وفاة وذلك خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وأوضحت وزارة الصحة في نشرة كورونا اليومية أن الحصيرة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 468383 حالة بينما ارتفع مجبوح حالة الشفاء التام إلى 446181 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8207 حالات وفاة في سياق المتصل حطت أمسي بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ثاني طائرة محملة باللقاح ضد فيروس كورونا هذه المرة قادمة من الصين وعلى متنها أول شحنة من اللقاح الذي أنتجته المؤسسة الصناعية الصينية للأدوية سينوفاوم بشراكة مع المختبر الوطني الصيني لتكنولوجيا الحيوية ويأتي ذلك تنفيذا لتوجهات الملكية لإطلاق عملية تلقيح وطنية واسعة النطاق لتحصين كافة مكونات الشعب المغربي بهدف تحقيق مناعة جماعية تمكن من تقلص عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن الفيروس وكان لقاح سينوفاوم قد حصل على ترخيص السلطات الصحية ببلد المنشأ بعد أن أثبت نجاعته وفعاليته وعدم تسببه في أي أضرار محتملة الشيء الذي مكن هذا اللقاح من الحصول أيضا على ترخيص وزارة الصحة المغربية بعد استشارة اللجنة الوطنية حول اللقاحات والتي وافقت عليه بالإجمع دوليا مشاهدين بشكل غير مسبوق يتزايد عدد الوفيات جراء فيروس كورونا عبر العالم فقد سجلت أكثر من 18 ألف وفاة خلال 24 ساعة وتجاوز إجمالي الوفيات عتبة المينيونين أنظمة الصحة العالمية قالت أمس إن سلالات فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل انتشرت إلى حدود أمس في 109 بولبان عبر العالم وأظهرت بيانات منظمة ضمن عرضها الأسبوعي أن سلالة بريطانيا المتحورة انتشرت في عشر دول جديدة في ظرف أسبوع ليصل العدد إلى 70 دولة ويواصل أيضا المتحور الجنوب أفريقي الأسرع انتقالا تفشيه حيث بات منتشرا في 31 دولة ومنطقة بزيادة ثمان دول دائما وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية في عرضها الوبائي الأسبوعي دوليا دائما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينك في أول مؤتمر صحفي يعقده منذ توليه منصبه قال إن واشنطن على استعداد لتشكيل فريق يبحث منف إيران النووي والعمل على التوصل إلى اتفاق جديد إذا قررت طهران العودة إلى الاتفاق والتزمت ببنوده بشكل كامل من جهتها قالت ليندا جرينفلد مرشحة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة قالت إن الأمن الإقليمية في منطقة الخليج شهدت تراجعا كبيرا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران وأضافت جرينفلد في جلسة استماع لتثبيتها في منصبها في مجلس الشيوخ أنها تحاول إيجاد سبل للعمل مع روسيا والصين لممارسة ضغط على إيران لدفعها للامتثال للقانون الدولي نختم بالرياضة مشاهدين حيث أنهى المنتخب المغربي لكرة اليد مشاركته في مونديال كرة اليد المقام حاليا بمصر أنها مشاركته إذن في المركز التاسع والعشرين بعد تغلبه على نظيره الأنجولي في المباراة التي جمعتهما أمس بمدينة السادس من أكتوبر ضواحي العاصمة المصرية القاهرة وخرج المنتخب الوطني من الدور الرئيسي للبطولة بثلاث هزائم على التوالي أمام الجزائر والبرتغال وإسلام دعم ختم نشرتنا تفاصيل أوفا عن أخبار العالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيكا ترجمة نانسي قنقر